بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 7 اللي هو اليرس بريشر ونهاردة هنتكلم فيه موضوع جديد اللي هو من؟ اللي هو الاكتف بقى ايرس بريشر من المرة اللي فاتت خدنا الاتريست هناخد النهاردة الاكتف ايرس بريشر يعني ايه اكتف ايرس بريشر المرة اللي فاتت لو تفتكر قلنا ان الحيطة بتاعتي لازم تكون ريجد او معمول لها بريسنج عشان ما تتحركش خالص لكن لو انا سمحت ان يحصل دوران حاجة بسيطة طبعا مش القيمة الكبيرة اللي انت شايفها دي القيم دي بتبقى الزاوية دي تبقى ممكن باينت مثلا 2 ديجري او مثلا يعني نص درجة بكتير قوي يعني لو سمحت بس بالحركة دي بقى اليرس بريشر بتاعي اللي هييجي هنا هوت هيقل وبيسموه الاكتف ايرس بريشر فبنقول ايه لو بنتكلم عن جراني ولا سويل يعني تربة رملية مثلا يعني كل ما ده هتتحرك كده سيجما هروزونتل بتقل لحد ما ايه الفلير يحصل يعني انت شوف سيجما هروزونتل ايه اللي حصل انه هوت انا دلوقتي دي تحركت كده فسيجما هروزونتل دي ما لها يحصل لها ايه تقل ليه عشان ما بقتش بتبقى ملمسة للحيطة فعشان كده بتقل بتاعتي شايفها بتقل ازاي اهي يبقى سيجما هروزونتل عمالة اللي لحد ما بتوصل لها بقى ما بتحركش خالص هو ده اللي هو مين اللي هو ده اللي هو الكينوت بتاعتي ان هي ما حصلتش فيها هنا في اخر هنا تشوف سيجما هروزونتل دي حالة دي دي حصل هنا فلير دي فلير لكن هنا النقطة دي ما فيش حركة خالص ما فيش حركة فبالتالي سيجما هروزونتل كبيرة جدا بتقل لي بتقل كل ما الحركة بتاعتي مالها تزيد لحد ما تنهار بتاعي طيب يبقى انا عندي كل نطبق الكلام ده ازاي في دايرة مور نبص كده ركز معي انت عندك الدايرة دي اللي هي في حالة الانشيال بتاعت اللي هي الكينوت كويس انت دلوقتي السيجما هروزونتل عملت ايه تقل 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 لحد ما ايه ما يبتدي ده يعمل للانفيلوب اللي هو الخط بتاع الانهيار بتاعي يطلع دوت يبقى دي دي نقطة الانهيار بتاعتي الحتة دي بقى ما هو انا قللت السيجما هروزونتل السيجما هروزونتل دي مهام نفتكر دايرة مور لو تفتكروا مع بعض نسيتونتو كانت عبارة عن هنا سيجما تلاتة لو حد يفتكر كده هنا سيجما تلاتة سيجما تلاتة وهنا السيجما مين واحد اللي هي بتساوي سيجما تلاتة زائد مين سيجما ديفيتور سيجما تلاتة دي هي مين اللي هي الهروزونتل فانا قد دي قللتها قللتها وما زالت دا الحمل ماله موجود عندي شفت الدايرة بايتعاملة ازاي فبالتالي وصت لحد ما اوصل للانهيار اللي هو انت شايفه بالشكل اللي قدامك دا اللي عمل النظرية ديت واحد اسمه مين رانكن عشان كده نظرية سميت باي باسم ايه رانكن قال خلاص يبقى انا عندي سيجما هروزونتل في حالة الاكتف بتساوي كي اكتف في السيجما فيرتيك طب الكي اكتف لأ دا بتساوي واحد ناقص صين فاي على واحد زائد صين مين فاي او ممكن بتساوي تاني سكوير خمسة واربعين ناقص فاي على مين على اتنين حيثو الزاوية دي اللي هي زاوية مين فاي بتاعتي يبقى انا عندي لاحظ هنا النقطة ديت قلنا السيجما هروزونتل بتاعتي اكتف ودي السيجما فيرتيكل ماشي والنقطة ديت اللي هو المستوى اللي بيميل بزاوية كام خمسة واربعين زائد فاي على مين على اتنين وده اللي هو الفيليار بلين ايه بتاعنا لو تبص كده ادي الشير فيليار بلين بتاع اللي هو خمسة واربعين زائد مين زائد فاي على اتنين هي دي المستويات اللي هيحصل فيها مين الانهيار بتاعي اللي هو على زاوية 45 امتا لما ده يمشي يحصل له حركة كده موفمينت بقيمة او دوران بالشكل اللي احنا قلناه كده لاحظ برضك هنا انا عندي ده ده كده في حالة مين اللي هو الكنوت سيجما هرزونت العمالي ال عمالي ال يعمالي ال حد ما يوصل لمين سيجما عند الاكتف بقى اللي هو الانهير بتاعه ده ادي قيمة سي والفاي بتاعت مين اه رنكن طيب نيجي بقى لو انا عايز احسب الايه السي يعني تربة لها سي ايه اللي بيحصل مش يحصل حاجة انت التربة دي مبدئيا ليها جاما فعشان كده ليها الارس بريشار كي اكتف في مين في اتش السي بقى لأ ده دي بتمسك التربة في بعضيها دي تماسك التربة عبارة اتنين سي جزر كي اكتف اتنين سي جزر كي اكتف فالمحصلة يبقى بالشكل ده عبارة عن كي اكتف في جاما اتش نقص اتنين سي في مين في جزر الكي اكتف في مسافة هنا اسمها زد نط اللي هي اسمها ديبس اوف تنشان كراك ديبس اوف تنشان مين كراك الدبس ده شوف راحز ان القوة جاية كده مش جاية كده ما بتنهرش هنا فده في ناس يقولك ممكن نهمل المسلس دوت وممكن ناخده معانا بس الافضل انت تاخده عشان تاخده هو المسلس ده بس اللي حساب عندنا طب الزد نط دي احسبها ازاي زد نط اللي هي عند النقطة فيها السريس بصف يعني كي اكتف في جاما في زد نط نقص اتنين سي جزر كي اكتف بقى زد نط بتسوي ايه بتسوي اتنين سي على جاما جزر الكي اكتف ودي الارتفاع اللي انا ممكن اهمله والارتفاع التاليه اللي هو المسلس ده هو ده اللي انا اخده او بي اكتف اللي هو نص القاعدة في ال ايه في الارتفاع يبقى انا جبت الزد عندي زد ونط جبت قيمة وعندي زد بيسوي اتش الدبسوف تنشان كراك قلنا اللي احنا طلعناه مفيش مشكلة والدبسوف تنشان كراك قلنا عبارة عن اتنين سي على جاما جازر الكي اكتف طيب لو السي بقى بصف خلاص مفيش عندي غير هو مين المسلس اللي قدامي ده يبقى عبارة عن هذا بصفر يبقى عبارة عن كي اكتف في السيج مهروزونط والبي نص القاعدة في الارتفاع زي ما اتفقنا نص القاعدة في الارتفاع يبقى قدر اطلع الايه البي اكتف بتاعتي مفيش مشكلة عندي طيب السؤال بقى طيب لو انا عندي ميا هنا ايه اللي يحسب هقوله لا استنى بقى الميا اول حاجة هترسم هنا بالجاما بتاعتك كي اكتف في الجاما في الاتش اتش اللي هي دي لكن لما انزل تحت خلي بالك بقى ده زي ما هو هنا بقى كي اكتف بس في الجاما داش الجاما داش اللي هي جاما ساب مرجت تحت الميا في الاتش اتنين اللي هو الارتفاع ده. وده بقى الهايدروستاتيك اللي احنا اتفقناه جامع وطر في اتش مين وطر اللي هي الاتش اتنين. وهنا مفيش كي عشان احنا اتفقنا ان المية الضغط اللي هو هنا هو هو الضغط اللي جاي كده هو. وابتدي بقى احسب بقى عندي ايه? الارياد بقى عندي مسلس ومستطير ومسلس ومسلس اجمعهم كلهم يبقى هم دولة البي اكتف اللي ايه? اللي عندي. كده احنا خلصنا الاكتف ايرس بريشار شكرا